تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاما لتولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم افتتح مع الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء فندق كونراد مرفأ البحرين المالي وذلك ضمن السلسلة فنادق سيتم افتتاحها في المملكة خلال العام الجاري ولدى وصول معاليه الى فندق كونراد مرفأ البحرين المالي كان في مقدمة مستقبليه عدد من اصحاب السعادة الوزراء ومحافظ محافظة العاصمة والسيد عبدالله السويدي رئيس مجلس ادارة شركة سايا كورب والسيد فواز علي الجودر الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من المسؤولين وبهذه المناسبة اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة ان اقبال المستثمرين من القطاع الخاص على مزاولة النشاط الفندقي واستقطاب كبرى العلامات التجارية العالمية المرموقة لتشغيل تلك الفنادق يبرهن على ما يتمتع به القطاع السياحي من ازدهار وتطور في ظل مسيرة الخير والنماء التي تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولفت معاليه الى ان المحافظة على سمعة المملكة كواحدة من الوجهات السياحية المفضلة والمحببة لدى الزوار من مختلف دول العالم يستلزم مواكبة ذلك ببنية تحتية سياحية معززة بمرافق متقدمة ومتطورة وجذبة للفئات المتنوعة لسيما العائلات واوضح معاليه انه الى جانب الاثر الاقتصادي المباشر الذي تحدثه الفنادق على القطاع السياحي فان لهذا القطاع اثرا في تنشيط القطاعات الاخرى كالنقل والبيع بالتجزئة والترفيه وتحفيز نمو الاعمال الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين مشيدا معاليه في هذا الصدد بمخرجات كلية فاتيل للضيافة التي باتت عنصرا هاما ورافدا لسوق العمل بالكوادر الوطنية المتخصصة في مجل الفندق والضيافة وهنأ معاليه رئيسة واعضاء مجلس ادارة شركة سايا كورب بمناسبة افتتاح اول صرح فندقي تابع للشركة في مملكة البحرين راجيا لهم التوفيق والسداد من جانبها اعربت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة عن شكرها وتقديرها لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء لتفضله بافتتاح الفندق مثمنة حرص معاليه واهتمامه بتعزيز البنية التحتية السياحية والمتابعة الحثيثة لذلك من خلال اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية برئاسة معاليه وقالت سعادتها ان امتلاك مملكة البحرين لبنية استثمارية خصبة تجعلها محطة انظار المستثمرين حول العالم لإقامة مشاريعهم وبخاصة من قبل سلاسل الفنادق العالمية ومؤسسات الضياف المرموقة مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب الخليج العربي ومنطقة الشرق الاوسط والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورجال الاعمال بدوره اعرب رئيس مجلس ادارة الشركة سايا كورب عن خالص شكره لمعالي نائم رئيس مجلس الوزراء على تفضله بافتتاح فندق كونراد مرفأ البحرين المالي مثمنا دعم معاليه للقطاع الخاص ولكافة المشاريع التي من شأنها ان تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المنجزات التنموية في القطاع السياحي ولافتا الى ان المشهد السياحي في البحرين وبفضل ما يحظى به من متابعة واهتمام من القيادة الحكيمة يشجع على الاستثمار فيه بشكل كبير ويعزز من جودة الخدمات والمرافق السياحية المقدمة في المملكة موسيقى اشتركوا في القناة داما للحركة السياحية والاقتصادية افتتح فندق كونراد في العاصمة المنمة ليكون مرفقا سياحيا جديدا يولب جميع الاحتياجات بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم فالحمد الله بيصير افتتاح الفندق جزء من مجموعة فنادق راح تمفتح السنة عبارة عن خمس فنادق ان شاء الله على نهاية 2024 افتتاح الفنادق طبعا يكون لها المردود الاقتصادي الكبير واكيد استقطاب عدد السواح بيزيد عندنا طبعا مع الاحتفالات والفعاليات اللي قاعدة تصير في البحرين الحمد الله عندنا الاجندة واضحة فالحمد الله هاي الشاي بيكون لها مردود وايد كبير على حتى تنوع الدخل يعتبر فندق الكوراد اضافة نوعية مميزة لزوار مملكة البحرين من جميع انحاء العالم فهو يقدم لهم تجربة سياحية مميزة ومتكاملة احب اشكر الحكومة البحرينية على دعمها لنا في انشاءها مثل هذا المشروع وايضا اشكر الشيخ خالد بن عبدالله زيارته الكريمة بلا شك طبعا البحرين من اقدم المراكز المالية وبالاضافة ايضا نشكر مجهوداتها في قطاع السياحة فارتعينا ان نعمل شيء ولو بسيط في مجال المال والسياحة الكونراد هو فندق من فئة الفنادق الفخمة ضمن سلسلة فنادق الهيلتون نفتخر بافتتاح هذا الفرح في مملكة البحرين تماشيا مع الخطط الاستراتيجية السياحية والاقتصادية والاستثمارية الجاذبة هنا لدينا العديد من الغرفة المختلفة ونقدم جميع الخدمات التي تلبي احتياجات النزلاء القطاع السياحي في مملكة البحرين يفاعل المبادرة الاستراتيجية التي تشجع الاستثمارات عبر انشاء مشاريع مهمة تؤكد البيئة السياحية والاستثمارية والاقتصادية الخصبة والجاذبة شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر